لا تؤثر على صحة الصلاة صلاته صحيحة سؤالة الثالث لو أخذناه أو جعلناه سؤالا يتكوّم من جزئين أحيانا الإمام ينبه تنبيه وهذا التنبيه الإمام لا يدري ما الذي يريده المأموم بالضغط لا يدري ما الخطأ الذي يخطأه في هذه الحالة ما الذي يفعله المشروع في هذه الحالة أن أحد المأمومين يقرأ آية مناسبة للمقام إذا كان مثلا يريد من الإمام قيام يقول أقوم لله قانتي السجود واسجد واقترب وركوع يا أيها الذين آمنوا وركعوا فيأتي بآية تناسب المقام لكن الإشكال إذا لم يوجد من يأتي بآية أحيانا يكون كلهم عوام أو وجد لكن لم يستحضر أحيانا يعني بسبب الموقف وكذا لم يستحضر آية مناسبة للمقام والإمام لا يدري ما هو الخطأ فإن الآن هذه يعني معضلة الإمام لا يدري ما هو الخطأ الذي أخطأ فيه بالصلاة والمأمومون ما فيهم أحد يستحضر آية تناسب المقام لكي يقرأها حتى ينتبه الإمام أو ربما أحيانا بعض المأمومين قد يقرأ آية ولا يفهم الإمام لا يفهم الإمام الإمام لا يفهم الحصول وأذكر يعني أنا كنت حاضر لدارس شيخنا أبيل عزيزي مبازو سئل هذا السؤال سئل هذا السؤال ما العمل يعني ما حل هذه المعضلة فقال شيخنا رحمه الله قال إنه يتكلم بقدر حاجة أحد المصلين يقول مثلا اسجد أو أركع وهذا كلام لأجل الحاجة لأن ما في حل آخر إلا أن يقطعوا الصلاة وهذا غير والد كل مشكلة حل أبد لا حل فيتكلم أحدهم بكلمة بقدر الحاجة هذا عند استنفاذ جميع الحلول وعدم وجود من يقرأ آية فيقول اسجد أو أركع أو كذا بكلمة مناسبة للمقام تعالج بها هذه المشكلة هو يفهم الإمام ما الذي أخطأ فيه سؤاله يقول لو الإمام أخطأ فيه